اهلا بيكو اصحابي الحلوين عاملين ايه وحشتوني خالص مراجعين مع حكاية الفارد طماء كان يا مكان كان فيه غابة كبيرة وبيعيش فيها سلاس فقران بيحبوا اللعب والمرح وجه فصل الشتاء وجات معاه امطار شديدة وفضل اتمطر ايام كتيرة وما كانش الفران عارفين يجيبوا اكفر فقرروا ان هم يخرجوا ويبحثوا عن الطعام في القرية اللي جنبيهم وخرجوا بالليل والانطار الشديدة كانت بتنزل عليهم وبدأوا يبحثوا عن الطعام ولكن ملقوش وفجأة شاف الفار نور في بيت بعيد فقرروا ان هم بسرعة يدخلوا البيت من فتحة صغيرة في الباب بيبص الفار شاف قطعة جبنة كبيرة على الترابيزة بسرعة جريوا وطلوا على الترابيزة وبدأوا ياكلوا ياكلوا وبعد دقايق شبع اتنين وخرجوا بسرعة لكن الفار الثالث فضل ياكل لحد ما بطنه بقت كبيرة وما بقاش قادر يتحرك وبصعوبة وصل لحد الفتحة اللي في الباب وما بقاش عارف يخرج من الفتحة الصغيرة بسبب بطنه كبيرة في اللحظة دي جه صاحب البيت وشاف قطعة الجبنة عارف ان فيه فار في البيت جاب صندوق وحط فيه قطعة من الزرة علشان يصطاد الفار والفار بعد ساعات حاول يخرج من الفتحة الصغيرة ولكن لمح قطعة الزرة وكرر ان هو ياخدها قبل ما يمشي وفعلا جري بسرعة قبل ما حد يشوفه ودخل القافص وما عارفش يخرج منه تاني ودي كانت نهاية الفار الطماع اللي كانت قدامه فرصة ان هو يهرب بسرعة بعد وصول أصحاب البيت ولكن طمعه غلب عليه ووقع في الفخ وتوتا توتا خلصت الحدوتا استنوني في حكاية جديدة هتوحشوني يا أصحابي شكرا